تانجا نيوز أول موقع إخباري بشمال المغرب موسيقى السلام عليكم هذا هو الشاب مهدي في عمره 22 سنة كان عيش في الحياة طبيعية ونهار قلع الدرسة من تسمى بدل الحرق مهويل ومشام الطبيب قالوا لديك سرطان ورم سرطان تقصى في الفكسوف فمهم الأم دياله ما خلاص فيه داتون الرباط كعانون رون ديفو الشهر على الشهر يجبونها قليلا للخصوية تتعليب الأشعة كثير من هنا يتسان رمب وانتشراقه يتسامشوا وتجيبوه بنسبة المصاريف 12 ألف النهار يعني هذه قليلة أحيانا تتسامشوا وتجيب لفائدة مثلا لليوم مشات يعني يجب رات ذلك الأشعة تسبدلت يعني تسبدلت يعني يبدلون نص نص مهم هذي المشاكل اللي عندهم زيادة على ذلك الأخوان دياله عنده تلسة دخوتوا خدامهم في معمد الخياطة أنتوا معارفين المشاكل اللي كتسمر منها شركة ديالخياطة لا مذكروها المصرف الكامل اللي كانوا كيفروه كانوا كيفروه وللو ولا زالوا تشي واحد ما كيمديد المساعدة لا ماديا ولا معنويا ولا في أي حاجة كتتتعلق بالطب فكيجبروا قدامهم مع وائق كثيرة بزاف كثيرة بزاف يعني ما كتصور شي كرا طلع عليهم عندهم كرين ألفين درهم في الشهر كرا طلع عليهم أربع شهر وصلا خمس شهر ألفين درهم إذا ضربناها في خمس شهر ستعطيك مليون در فرنج ناهيكة عن المصرف اليومية يعني الناس رجعت الأهم شيء عندهم في حياتهم هم يوفروا للدوا يعني بشي يوفروا للراحة دياله فالورم ها هو يعني ها هو الفك دياله بدكين تتقل له تدريجيا هذا بوصل البصر دياله يعني يوصل البصر دياله ده بل السيد بين شا عم قلكم السيد في حالة عم قلك بين في آخر المرحلة دياله إذا ما موقفنا شو صدامنا واسكافلنا ما بعطيتنا را غادي نفقدوا الروح ديال المهدي عادي نفقدوا واحد الروح اللي في عمرها 22 سنة بقى مع تسوالهم المستقبل بقى مع تسوالهم بلد دياله فالله يجلزكم بخير المحسنين كان نجدوكم وكان نجدو جميع المغاربة في مشارك أرض ومغاربها يمدو يد المساعدة معنويا وماديا فأي واحد عنده شيء شيء حاجة يقدر يعاون بها هذا الشب هذا يتفضل كما قلت مرارا يعني أي واحد عنده شيء حاجة بيش يعاون هذا الشب هذا يعاونه الله يجلزكم بخير فهنتم كما تشوفوا السيد كان في عمره سين سانة من خلال سوشهر أو أربع شهر يعني بقى كما راحل تدرجعت في عمره خمسة وثلاثة ثلاثين كيلو يعني من سين كيلو تن ثلاثين كيلو ثلاثين كيلو مشتها أمن صورة بدون نتيجة يعني من طبيب من طبيب من يد دنيا دنيا ما ينتشي نتيجة تترجى من هاد من هاد المستشفى اللي كمشي ليلة فهناك ناشد جميع المحسينين لا يجلزكم بخير أنتم كتشوفوا الحالة الصورة يعني كافية على التعليق يعني التعليق بدون ما نذكروا التعليق أنتم كتشوفوا اليد ياله من هناك بقى صغير العظم أما الوجه يعني وحل الحالة يرسلها يعني يقدمي القلب هاد شي هادك يزيد الضهور يوم بعد يوم ساعة بعد ساعة دقيقة بعد دقيقة فالله يجلزك بخير أخي أخي أبي لأم ديالي جدي جدا سيش حط المكان ديالك فاتشب هذا وبشتحسب حسبوا الحفيد ديالك حسبوا الابن ديالك حسبوا أي واحد من عائلة ديالك بشتحسب هاد شي هذا فاحنا مع النش اللي من دنيا المساعدة من الناس كبارين أولا ما كبري الله صبعا وسعلا عنا المحسين هنا يعني من هادا 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 كتجي ذك الطريف ديالك تجي ذك اللقمات العيش وليك تجي ذك المدية ديالك المحسينين بش نسعونوا بها وش نكفلوا بها وش نجمعوا لها وكن نوفروا بها للمسائل الناس في حال هيدا وربما تكون تنسينا واحد منهم يوم ما فالله يجلزكم بخير أي واحد شاف هاد الفيديو يبرتاجي يساهم بش مقدر بالمال المعنويا بأي حاجة قدر عليها بالنسبة نوحها جامد كرتاش الأم ديالو يعني كتمشي من هنا تنشراق على فتكسي يازو كجي إذا كان شي واحد كمشي نسمى ولا كمشي الأصيلة خدم في الوطرة أصيلة ولا كمشي في الرمبونت الشراقه خدم سما يبقى ديالك السيد نسمى لا في سبيل الله هذا فضل من الله كثير يعني لا تنسون الله سبحانه وتعالى يحثوا على الصداقة في القرآن الكريم يعني هذا شي هذا جام وطور يعني من ذا الذي يقرض الله قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه ولو أضعافا كثيرة والله يقبضوا ويبسطوا وإله يترجاعون فهذا الشي هذا كامل احنا عرجع الله سبحانه وتعالى شنا عقدموا عقدموا هذا الشي هذا إذا قدمتش حاجة قد يتجبره فالله يجزكم بخير ساهموا معنا ولو بالقليل والسلام عليكم